السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين احبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوما ما زلنا مع كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين جل جلاله ما زلنا نتأمل ونتدبر في كتاب الله سبحانه وننظر في سورة الاعراف التي هي من المفصل المطول في القرآن الكريم وصلنا الى مرحلة سوف يحكي القرآن الكريم عن موكب الانبياء وموكب المرسلين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعد ان حكى الله تعالى عن اصل الخلق وحكى عن اصل الوجود وحكى عن قصة ادم وابليس والصراع بين الحق والباطل وذكر الايات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى في الكون كلها تشهد على انه الواحد الاحد سيبدأ في المقطع الذي انتهينا اليه حول ذكر قصص الانبياء وقصص المرسلين كل هذا لكي يدعم معنويات سيدنا النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فانه في هذه الفترة المكية كان يواجه صعوبة كبيرة كان كفار وسنضيد قريش يواجهون الدعوة الاسلامية وكانوا يسيمونه بالمجنون وبالكاهن وبانه يخطب الدنيا يبحث عن الرئاسة يبحث عن السلطة وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه الدنيا شيئا سوى تبليغ امر الله فكان يتلقى العنت ويتلقى الشذائد فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يتبت فؤاده فبدأ يقص عليه قصص الانبياء والمرسلين وجاء اتباعا في صورة الاعراف سيتحدث ربنا سبحانه عن قصة نوح وقومه وقصة هود مع قومه وقصة شعيب مع قومه وقصة صالح مع قومه وقصة موسى مع فرعون ثم تتوالى القصص ولكن ليس المقصود هو سرد القصة بقدر ما الاشارة الى محطات فيها الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الايمان والكفر يحتد كثيرا فتعالوا بنا ايها الاحب الكرام ننظر في هذه القصص كل يوم نذكر قصة نبي من الانبياء سنلاحظ بان نفس السيناريو ونفس الاحداث لكن دوما ربنا عز وجل يبدأ العرض بالتوحيد الخالص وتصحيح المفاهيم الدينية والدعوة الى الاصلاح الاجتماعي وطبعا في كل قصة نجد هناك مؤمنين ونجد هناك من هم ضد المؤمنين اما كافرين اما مشركين اما ملحدين اما منافقين اما غيرهم فيبقى الصراع بين الطرفين في الغالب يكون المشركون واعداء الدين هما الاقوى الاقوى من حيث المدد من حيث العدد من حيث السلطة من حيث الامكانات والمؤمنون عادة يكونون مستضعفين وربنا عز وجل يمهل لكن لا يهمل وفي الختام دائما نجد بان الله سبحانه وتعالى تتذخل ارادته الالهية وينزل العذاب بالمشرقين والكافرين وينجي عباده المؤمنين نفس السيناريو لكن بتغير الوقاع وبتغير المفاجآت نبدأها بأول قصة ذكرها ربنا عز وجل في سورة الاعراف ثم نسير انشاء الله تعالى كل يوم بذكر قصة نبي مع قومه ونتأمل في هذه الاحداث يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعراف ابتداء من الآية تسعة وخمسين يقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه ان لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالة ولكن رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم هذا هو المقطع المتعلق بقصة نوح عليه السلام جاء في صوت الاعراف وإلا فإن قصة نوح جاءت متكررة حوالي ست مرات في المصحف الشريف بحسب الصور وكل مرة ربنا عز وجل يعطينا مقطع جديد يخدم القضية فالقضية هنا في صوت الاعراف هي قضية الصراع ما بين الحق والباطل ما بين الكفر والإيمان ما بين الخير والشر هذا هو المحور الرئيسي للصورة فربنا يركز على هذه المعاني لكي نستفيد من خواتم الأحداث يقول سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه من هو نوح إنه نبي الله الكريم من أولي العزم من الرسل سيدنا نوح هو الابن العاشر من أبناء آدم مرت فترة زمنية بين آدم ونوح عشرة قرون العلماء والمفسرون حتى في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى لأن نستعين في تفسير القرآن الكريم بمصادر مختلفة نفسر القرآن بالقرآن نفسر القرآن بالسنة نفسر القرآن بالمعطيات التاريخية نفسر القرآن أيضا بالاستئناس بما جاء في كتب اليهود والنصارى على اعتبار أن شرع ما قبلنا شرع لنا وأن ما جاء في الكتب المقدسة عند اليهود النصارى فيه الصحيح وفيه المغير والمبدل ما وفق كتابنا فهو صحيح وما خلف كتابنا طبعا فهو قد تغير وتبدل سيدنا نوح تتفق عليه كل الأديان اليهود والنصارى وغيرهم وسيدنا نوح في عهده كان آدم عليه السلام هو أبو البشرية وقد مرت معنا قصة آدم في صوت الأعراف أن الله عز وجل طلب منه ومن زوجته أن يهبط منها هبط من الجنة الجنة هي رزة الجنة الموعودة هي جنة أخرى قصة آدم وحوا في جنة أخرى غير الجنة الموعودة لأن الجنة الموعودة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها من أهل الإيمان واليقين أما ما وقع في قصة آدم وحوا في جنة أخرى ربنا له جنات متعددات فطلب من آدم وحوا أن يهبط منها فهبط ولما هبط آدم وحوا كانت حوا تلد في كل بطن توأم ذكرها أنت وكانت شريعة آدم عليه السلام أنه لا يتزوج نفس البطن مع نفس البطن يعني أن التوأم لداني جاء في بطن واحدة يسمى شقيقان هؤلاء يحرم الزواج بينهما لكن ما كان في بطن آخر ممكن يتزوج بعضهم ببعض فكاترة البشرية وكان الناس يعيشون على التوحيد كان سيدنا آدم معظم كلامه الاستغفار والتعبير عن الندم كان في كل وقت يحين يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فكان آدم كثير الاستغفار وكان كثير الإناب إلى ربه وكان كثير البكاء بين يديه ودريته جاء منهم عدد كبير من الصالحين ليس كما يقال بأن آدم ترك قابيل وهابيل وأحدهم سيقتل آخر أن قابيل سيقتل هابيل فذكر بعض المؤرخين بأن الصالح مات والمفسد هو الذي بقي فنحن جميعا أبناء قاتل أما المقتول فقد دخب لا لسه كذلك سيدنا آدم في عهده كان عنده درية أكثر فقابيل وهابيل هم فقط أحد أبنائه الكبار وإلا كان عنده مئات الأولاد حبلت بهم حواء ثم بدأت تتكاتر النسل والناس كانوا صالحين في معظمهم كان يغلب الصلاح كان الناس يوحدون الله سبحانه وتعالى وكانوا يطفون حول الكعبة المشرفة وقد بدتها الملائكة وكان الناس يحب بعضهم بعضا في أول البشرية الناس بدأ يتعلمون الزراعة ويتعلمون الفلاحة ويتعلمون النسيج ويتعلمون مختلف الحرف والمهن لأنه بدأت الحياة فوق الأرض كما جاء في الكتاب المقدس عين النصارى الرب عز وجل قال لآدم من يديك تأكل ومما تصنع تعيش يعني لابد في الجنة كان يأكل من عند الله أما الآن فعليه أن يتعب لكي يأكل وبقيت القرون هكذا حولي عشرة قرون عشرة قرون والحياة كلها صالحة الحياة كلها إيمانية لكن قبل أن تنتهي عشرة قرون ستظهر هناك ضواهر غريبة سيبدأ أول بوادر الشرك لم يكن هناك شرك في الوجود كان هناك التوحيد الخالص أول بوادر الشرك ستظهر قريبا من عهد نوح عليه السلام وهو أن بعض الصالحين كانوا ظهرت عليهم كرامات وظهرت عليهم إصلاحات وعاشوا ردحا من الزمن وحينما ماتوا قام أبناؤهم وأحبابهم وأقاربهم أن يخلدوا ذكرهم بعضهم صنع لهم صورا أو تمثيل من أجل تخليد الذكرى ليس إلا صنعة التمثال مباح والتصوير مباح إذا كان المعنى منه هو فن أو كان معنى منه ذكرى لكن الخطورة وهو أن هذه التمثيل والصور التي كانت لها معنى آخر هو التخليد ذكر هؤلاء الصالحين قل جاءت الأمطار فأخذوا الصور والتمثيل وأخفوا في البيوت ووضعوا في أماكن محترمة فمات الآباء وجاء الأبناء ثم مات الآباء وجاء مات الأبناء وجاء الأحفاد فالناس ظنوا ظنوا بأن هذه الصور وهذه التمثيل عندها كرامات وعندها قداسة فظنوا أنها آلهة فصاروا يعبدون الأصنام الجهات التي نسألها أصنام بدأتها الأخرى تتفنن في وضع أصنام وكل صنم فيه أسطورة وفيه قصة وبدأت الأسطير وبدأت تعدد الأصنام والصور فانتشر الشرك بين البشر ولما انتشر الشرك ضاعت الشريعة فاصبحت شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف وصاحب المال والسلطة والجاه هو الذي يقرر وما غيره ينفد وإلا يضلب ويعدب فصارت الحياة محتاجة إلى من يصلحها هنا شيئة أول نبي أول نبي سيكون هو في الغالب هو سيدنا نوح عليه السلام أو لنقول هو أول نبي من أولي العزم لأنه يقال بأنه كان قبله إدريس سيدنا إدريس يسمى شيت وسيدنا إدريس كان من الصالحين وكان خياطا يخيط طول عمره يأكل بعمل يده وإذا كان يخيط يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويخيط فلما جاء نوح كان الفساد قد عم وطم فأرسله الله تعالى كنبي باعتباره من أولي العزم من الرسل وسيدنا نوح أعطاه الله الفصاحة وأعطاه الله البلاغة وهذا واقع الأنبياء والمرسلين أجمعين كل نبي ربنا يعطيه الصوت القوي والقدر على الكلام المرتجل جميع الأنبياء والمرسلين إلا سيدنا موسى عليه السلام هو الذي كان لكنا اللسان سنقتع لقصته لكن لما قال دعواه إلى ربي قال ربي اشرح لصدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من اللسان يفقه قولي أنا دك أعطاه الله الفصاحة والبلاغة سيدنا نوح في عهده كان البشر كثير فقد ذكر المفسرون مثل ابن عباس والسدي والضحاق وغيرهم من كبار المفسرين من السلف الصالح الأوائل قالوا بأنه لم يبقى هناك جبل ولا سهل إلا واستوطنته تجمعات بشرية قالوا ما على الأرض من بقع إلا ولها مالك وحائز بمعنى أن البشر في عهد نوح كانوا كثيرين كانوا شعوب وقبائل ربنا سماه قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه هذا القوم هم في الأصل شعوب وقبائل وأمم كثيرة جدا عدد كثيرنا البشر وكان الخير عندهم ربنا عز وجل في ذلك العاد أعطاهم الأمطار في إبانها فكانت الفلاحة مزدهرة وأعطاهم المواشي تربيت المواشي كان الغنم والإبل والمائز والضعن كثير جدا والخير متدفق العسل واللبن وكل شيء موجود لكنهم كفروا بأنعم الله فأرسل الله تعالى إليهم نبيه نوح عليه السلام لكي يرشدوا من الحق فقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما نكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هذه الدعوة هي الدعوة التي يقولها كل الأنبياء وكل المرسلين وهي التي ينبغي أن يقولها أيضا كل المصلحين وكل الدعاة وكل العلماء دعوة عبادة الله الأولوية التي ينبغي أن نركز عليها في الدين وفي التوجيه وفي العقيدة هي أولوية توحيد الله سبحانه وتعالى بعض الناس حينما يذهبون إلى مجتمع معين أو تجمع بشرين معين يبدأون بالجزئيات ويدخلون في معارك هذه سنة هذه بدعة هذه ضلالة وينسون بأنهم عليهم أن يبنوا الإيمان في القلوب أولا لابد من بناء الإيمان في القلوب لأن الإيمان إذا بني في القلوب يسهل أننا نحافظ على السنة ونحارب البدعة يسهل أننا نلتزم بشارعة الله أما إذا لم يكن هناك إيمان في الصدور والقلوب فسيكون هناك الرفض لكل شيء فجميع الأنبياء والمرسلين اتفقوا على بقرة أبيهم أن أول الأولويات في سلم الدعوة هي عبادة الله الواحد الأحد فقال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله ليس آمنوا بالله هم يؤمنوا بالله هؤلاء القوم كانوا يؤمنون بأن الله موجود لكنهم لم يكنوا يعبدونه هناك تعطيل هذا ما يسمى بكفر تعطيل هناك كفر الكفر نوعان يقال كفر إنكار وكفر تعطيل كفر إنكار هذا خاص بالملحيدين أو اللا دينيين كقولوا لا إله والحياة مادة والدين أفد الشعوب وهناك كفر تعطيل هو أن الإنسان يؤمن لأن الله موجود لكنه لا يصلي لا يزكي ولا يؤمن بالحج والعمرة ولا يؤمن بجميع الشرائع ويعيب قسمة التركة للذكر مثل حد الأنتيين وينتقد سلوكات المسلمين ويمج القرآن العظيم هذا كتسم كفر كفر تعطيل والعيد بالله يؤمن بأن الله موجود وأنه الخالق لأن العقل يقوله هكذا والكون كله يشهد بأنه الواحد ومع ذلك هو يرفض الشريعة يقول لا نيكفني هذا فهكذا كان قوم نوح كانوا مؤمنين لكنهم كانوا معطنين فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تحذير ربنا عز وجل جعل كل من يرفض عبادته له مصير محتوم وهو العذاب الألم كل من رفض دين الله وعقيدة الله هناك معادلة رياضية منطقية حتمية وهي أنه مآله الخسران والبوار هذا لا يأخذك فيه شك ولا ريب لهذا بعض الصالحين كانوا يخافون جدا على عقيدتهم أكثر مما يخافون على أولادهم وبناتهم وعلى أموالهم وممتلكتهم العقيدة أولا نحافظ على الدين فلما قال سيد النوح هذا الكلام وصار يذهب إلى الأماكن العمومية سيد النوح كان يتحرك كان يذهب إلى الأسواق إلى التجمعات إلى أماكن التي يتجمع فيها الناس ويقول هذا الكلام فبدأ في الأول مجموعة من المستضعفين يعجبهم هذا الكلام فصاروا يؤمنون به مجموعة من الضعفاء ومجموعة من الأطفال ومجموعة من النساء لماذا لأنهم أصحابوا فطرة سليمة صاحب الفطرة إذا ذكرته بالله تعالى يقول آمن بالله بدون تفكير لماذا لأن عنده الفطرة لا ننسى أيها الأحباب الكرام مصادر القوة لدى الإنسان هناك العقل هناك القلب هناك النفس هناك القدرة للتفكير والكلام لكن هناك قبل الإرادة والعزيمة هناك الفطرة هي أول شيء قبل العقل وقبل كل شيء فطرة الله التي فطر الناس عليها فإذا خطبت الناس بالفطرة فإنهم ينسقون للدين وللعقيدة السليمة سيدنا نوح كان يلجأ إلى الأطفال إلى أندساء إلى بعض المستضعفين ناس بسطة حياة بسيطة فكلهم ذهبوا إلى الإيمان واليقين لكن هناك فئة من الناس ممن وصلوا مراتب عليا إما في السلطة وإما في المال وإما في الجاه يسمون بالملأ القرآن إذا سمت يقول الملأ من قومه من هم الملأ هم الأعيان هما علية القوم الناس الكبراء أصحاب القرار الذين يوجهون النظام دي المجتمع أو النظام دي الدولة هؤلاء عادة كرقوا صعوبة كثير بأنهم يؤمنوا لأنهم لا يخضعون خصوصا إذا كان المتكلم كان راعي الغنم أو كان إنسان بسيط أو كان إنسان ما عنده مال ما عنده جاه ما عنده لأن المال صعب جدا إن الإنسان لا يتغى أن رأاه استغنى إذا كان هناك المال والجاه يدخل الكبرية مقرون المال الكثير الثروة والسلطة والخدم والحشم يعطيك من فد الكبرية إلا من رحم ربك هناك صالحون عندهم أموال وعندهم طروات كثيرة وعندهم السلطان وتجدهم مخبثين كان سيدنا عمر ابن عبد العزيز وكان خليفة المسلمين للبلد الإسلامية كلها وكان كثيرا الخوف من الله كان كل ليلة جمعة خميس بالليل هل مثل يومنا هذا كان يقول لمستشاره غسلني وكأنني مت غسلني وكفني في توبي الكفن وضع علي الحلوط وضعني في القبر كان بنا في محل إقامته كان عنده واحد الحوش محل واحد الحديقة بنا فيها قبر كل ليلة خميس ليلة جمعة كان يقول لمستشاره كان عنده مستشار خاص في التوجيه وفي التنبيه مستشار ليس في المالية والاقتصاد أو في السياحة أو في العلاقة الدولية مستشار في التنبيه تنبيه الغافلين تقولي احضر يا أمير المؤمنين افعل كذا وكذا فكان كل ليلة جمعة يغتسل غسلاء الأموات ويضع له الحلوط ويضع له الكفن وينم في قبر وفي الصباح الجمعة لما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيان بعد أن أمتنا وإليه النشور قوة الإيمان واليقين فهناك صالحون عندهم الأموال والطراء والجاه فيهم الصلاح وفيهم الإيمان لكن النسبة الغالبة في التاريخ أن هؤلاء يكون فيهم كبرياء وخيالاء وعجب وصعب جدا أنهم أنهم ينقاضوا فلا لا تصدم إذا وجهت فئة معينة ترفض كلامك وتعتبر بأنك ترتار وغير محب للاختصار وأنك وأنك لا لا يبغي عليك أن أن تصدم أو تحزن فوضعك هكذا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين هذا الكلام الجواب لقالوا قوم نح إن لنراك في ضلال مبين هل سيدنا نح في ضلال مبين قالوا نعم لقد جاء بأفكار غريبة المجتمع قد صار سنين على عدات وتقاليد وأعراف وعنده اعتقادات الآباء والأجداد الكل مستقر فجاءه بشيء جديد وهذا الشيء الجديد فيه ضلال وضلال مبين يعني بيّن واضح غير خفي سيدنا نوح سوف يدافع عن نفسه قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أنا لست على ضلالة كما تضلون لأن مرة أخرى أهد يقول بأنه مجنون وأهد يقول عني كلم شديد فهو يؤكد بأنه مجرد رسول ممن؟ من رب العالمين نفس الكلمة التي سوف يكررها كل الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة ولكني رسول من رب العالمين ما هي رسالتي التي جئت لك أبلغها إليكم أبلغكم رسالات يا ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني كل ما عند سيدنا نوح هو أنه ما عنده لمال ولا تروى ولا جاه ولا سلطة ليس له أي شيء ومجرد مبلغ وهذا حل الأنبياء والمرسلين من علامتهم أنهم ليسوا دوي ممتلكات ولا دوي أموال نادر أن تجد النبي عنده المال وعنده الجاه فسيدنا عيسى عليه السلام كان يتغطى بالصوف كان يلبس الصوف وسيدنا يحيى كان يلبس الوبر ولم يكن لهم لا خدم ولا حشم وما عندهم حتى بيت يسكنونه وكانت سكناهم هي هذه الأرض الأرض تقلهم والسماء تضلهم وأينما رحل وارتحى اليبيت هكذا كان الأنبياء السابقون ثم جاء من بعد الأولياء المقربون أيضا تجد الأولياء أيضا ما عندهم لا أموال ولا جاء ولا يبحثون لا على كراسي ولا على لأن عندهم ما هو أعظم وأكرم عندهم عندهم العقيدة والدين هذا هو أعظم شيء في الوجود هكذا كانوا الأنبياء والمرسلين جميعهم إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم شخصا في الدين وعنده أموال طائلة هناك علامة استفهام زائد علامة تعجب لأن الأصل أنه يكون إنسان بسيط في عهد النبوة في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال سي صاحب أسواق يتجدلون فقال أحدهم هل أنتم هنا وميرات محمد يقسم في المسجد سمعوا ميرات محمد يقسم في المسجد فذهبوا للتو يسرعون دخلوا إلى المسجد ماذا وجدوا وجدوا فقهاء ومحدثين مفسرين يتدرسون الدين فقالوا أين ميرات محمد يقسم هنا قالوا هذا هو ميرات محمد إن الأنبياء لم يورثوا ذي نارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحض وافر فسيدنا نوح عليه السلام قال لهم أنا ما عندي لا برنامج سياسي ولا برنامج اقتصادي ولا عندي رؤية استراتيجية ولا عندي كذا ولا كذا أنا جئتكم بقضية جوهرية وهي غالية أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم ثم قال وأعلم من الله ما لا تعلمون أنتم علمكم ضئيل لكن علم الأنبياء واسع علم الأنبياء واسع الأنبياء ربنا عز وجل يعطيهم الوحي ويرون عجائب قدرة الله ويرون الحقائق بنور الله ثم قال لهم أوى عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون لماذا أنتم أخذكم العجب لأن العجب قالوا كيف يكون رسول منا واحد منك يعيش معناك يأكلك يشربك يسخر ناطق لك أنا نبي هذا عجب لابد للنبي أن يكون من غير هؤلاء البشر أن يكون ملكا أو يكون نورا أو يكون شيء خوارق للعادة فقلم لا ربنا عز وجل اختار نبيا من البشر وهكذا سنة الله جميع الأنبياء والمرسلين يختارهم الله تعالى من عامة المجتمع بالتعبير المعاصر من عامة الشعب واحد من الناس يختاره الله تعالى ويضع فيه السر لماذا؟ لأنه يأكل مثل أكلهم ويشرب شرابهم ويسمع مثل سمعهم ويعيش مثل عيشتهم وعنده نفس لو جاء بملك سيكون هذا يقول ملك يا صالح هو ملك نحن بشر وأنك اختلاف كثير لكن هذا دعاة العلمانية العلمانية معروفة في لبنان وفي غيرهم يقولون نحن بشر عندنا نزاعات نحب الصهر نحب الأنس نحب الجنس نحب الخمر نحب المتع هكذا خلقنا الأنبياء أطهار ونحن أرجس فهناك قياس مع الفارق ليتركونوا وحالنا نحن كبشر تركون هكذا هذا نوع من الهروب إلى الخلف وهذا ليس بدليل الله تعالى بعد الأنبياء من جنس البشر يعيشون مثلهم وتجد النبي يصوم ويصلي ويقوم الليل ويفعل الخيرات ويمتعني المحرمات قدوة وأسوة لمن خلفه ثم قال لهم عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أنا بماذا أتيت بالذكر الذكر هو كل المواضيع التي تذكر بالله وتعرفك بالله كل تسمى ذكر من ربكم لكن ماذا قال القرآن الكريم رد فعل قومه تجمعوا وتشاوروا فيما بينهم قالوا ما رأيكم هذا الرجل يقول كلاما غريبا فتبعه عدد كبير من الضعفاء ومن المساكين ومن النساء الأرامل ومن لكن الأغلبية من الملأ اعتبروا بأن لظاهرة لابد أن نقوم باستقصائها ثم الحد من انتشارها فاتخذوا موقفا رسميا ما هو الموقف الرسمي أن نوح عليه السلام مجرد كذب فكذبوه فكذبوه إلى أن قال الله تعالى فأنجيناه والذين معاه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين هنا يختصر القرآن الكريم الذي وقع ربنا سوف يعطي هذه الجملة الصغيرة كم عمرها هذه الجملة الصغيرة فيها مئات سنين لأن سيدنا نوح سوف يدعوهم ليلا ونهارا وكان يدعوهم سرا وجهارا وكان يشكو إلى ربه رب إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكملوا استكبارا يرى يرفضنا أنهم يستمعون لكلام نوح حاول معهم جميع الوسائل لكنهم يرفضون وكان قومه كما ذكرنا كثيرين ما من سهل ولا جبل إلا وفيه قومه ما من بقع في الأرض إلا وفيها مالك أو حائز لهذه البقع النسكتر حاول معهم جميع الوسائل لكن رفضوا الاستماع إليه فهنا ربنا عز وجل بعد مروا السنين سيعطي الحجة غد يقول من الآن فصعيدا من أسلم لنوح وأدعن فهو من الفرقة الناجية ومن كفر وفسق ورفض سيكون من الفرقة الهالكة هناك فرقتان الفرقة الناجية والفرقة الهالكة فبدأ الناس يسهرون ها 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 ما هذا الحمق وما هذا الجنون فيقول أرين ما عندك يا نوح أرين ما عندك أول قرار سوف يأخذه الله سبحانه وتعالى سيأمر جميع النساء يأمر أرحمهن بالعقم المرأة لم تعد تليد في عادي نوح لماذا؟ لكي يقيم الحج على الكبار لأن الصغار سيغرقون وكل طفل لم يبلغ الحلم يالله كي يبلغ الحلم من ثم بدأت آخر الطفل كان لما جاء القرار الإلهي كان قد بلغ سن الصيام إنه 18 سنة بلغ إليها التمييز ومن ثم أول دليل أعطاهم الله تعالى ولم ينتبهوا أن الله تعالى أوقفها الولادة فما قالوا ذي الطبيعة الطبيعة أوقفت الولادة أنه كتر قوم نحكن كثيرين بالملايين لكن ربنا عز وجل الرحيم بإباده لا يريد أن يعذب الأطفال الصغار إلا تولدوا فأوقف الخلفة ثم بدأ نوح عليه السلام يقوم بزراعة الأشجار والنخيل فيمرون حوله ماذا تصنع يا نوح؟ كيقول أنا أزرع أزرع النخيل كيقول يا نوح كنت نبيا رسولا فصرت فلاحا تعلم الفلاحاء وكان جبريل عليه السلام يعلمه كان يعلمه فن الفلاحاء وفن الزرع يزرع الأشجار والنخيل ويقول لأتباعه ساعدون في هذه المهمة فصنعوا نخيلا كثيرا بلا عدد والنخيل كما تعلمون الأشجار تعخذ وقتا ربنا عز وجل أعطاهم أربعين سنة أربعين سنة من الانتظار والنخيل يكبر ويكبر ويكبر حتى يستوت الأشجار كلها فإذا بسيدنا نوح يتعلم النجارة ويأتي بالفأس وبالمنشار ويشق الأشجار ويبدأ يصنع الخشب ويصنع سفينة سفينة عظيمة جاء نوح جاءه جبريل عليه السلام فعلمه فن النجارة وفن صناعة السفن فصنع سيدنا نوح سفينة عظيمة قالوا بأن طولها ألف وخمسمائة متر وعرضوها مثل ذلك سفينة قادر على أن تجمع حوالي سبعة ملايين من البشر لأن من آمن مع نوح حوالي كمية كبيرة ثم سيدنا نوح وهو يبني وضع مجموعة من الأماكن خاصة بالحيوانات فكان يجمع من كل الحيوانات البرية ومن الطيور يجمع زوجين اثنين جمع من الضعن زوجين اثنين ومن الغنم زوجين اثنين ومن المعز زوجين اثنين ومن الإبل زوجين اثنين ومن البقر زوجين اثنين ومن الدجاج والديكة زوجين اثنين ثم من الحمام والطاووس والأرنب حتى من مفترسة الأسد زوجين اثنين النمر زوجين اثنين كل شيء زوجين اثنين فلما جمعهم كلهم وضعهم في تلك السفينة وعد لهم طعام جمع الطعام كتير 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 وادخل الكل الى السفينة وجلس فهنا سيستد السخرية وسوف يستد الهمز واللمز قالوا والله ان نوح لمجنون صنع السفينة في صحراء المنطقة التي كان فيها هي صحراء كان فيها اشجار كلها صنع من الخشب فصرت صحراء ما فيها بحر قالوا هل يؤقل ان نتبع رجل مجنون هكذا صنع سفينة كبيرة وجمع فيها هؤلاء الاراذل ما نركت تبعك الا الذين هم اراذلون بذي الرأي يعني ناس ضعفا والمساكين واللي ما عندهم رأي المهمشين قال يوش هذا اذا منطقه احنا حماقه احنا مجانين نتبع هذا بهذا الشكل لكن كي يقولهم اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيكم انني ابلغ قمسة ربكم لكن يسخرون ويشربون الخمر حتى زوجته سيدنا عنده زوجتان زوجة مؤمنة صالحة صعدت معه السفينة والزوجة الثانية كانت كانت شديدة فكانت فكانت تنتقد تصرفاته وتقول انا الذي اعرفه انا زوجته نوح مجنون فكانوا يصدقونها ويؤكدون مزاعمهم حتى ابنه ابنه فلدة كبديه وكاسينا نعنده ابناءك اكتر لكن اعزهم اليه ايضا صار كافرا فقال والله والدي انه يفعل تصرفات غير منطقية ورفض رفضا باتا ان يؤمن فبقي مع امه ومع القوم الظالمين استمر الوضع هكذا سنين فوق السفينة كل مرة ييئس واحد المجموعة ييئس تقول وهات السفينة احنا مقاوك في السفينة رواقنا مكينوانو فينصرفون ينصرفون قيل بان كان معه حوالي ملايين فاذا به لم يبقى منهم الا حوالي تمانين من البشر فقط حوالي ثمانين بشر هما اللي يبقى وكل ابدأ ينصرفوا الناس لم يبقى معه الى الحيوانات المختلفة والبشر الثمانين حوالي ستة وتمانين نفر وفي اليوم الذي جاء الامر الالهي ربنا سبحانه وتعالى سيأمر السماء فتفتح ابوابا ويأمر الارض فتنبع فيها العيون فتحت عيون وفتحت عيون الانهار والبحيرات والمحيطات الكل واستوت على الجودي التقى الماء ماء السماء وماء الارض في نحن من اللحظات بدأت المياه تغزو المكان والامطار الغزيرة الطفانية تصوروا مشهد سونامي وامطار واعصارات وريح استمرت اربعين يوم اربعين يوم على مدار اربع عشر ساعة والامطار الغزيرة وصارت الارض كلها مياه لم يبقى فوق الارض شبر واحد فيه يبسع الكل مياه وسيدنا نوح مع قومه يتمسكون بالسفينة ويتتمايل في امواج الماء الغاضي والبحار وكل غرق وبقي نوح عليه السلام هكذا لما مرت اربعين يوما انقطعت المياه فغرق كل من على الارض البشر كان في عدنوح كثير جدا كانوا بعشرات ملايين ان لم نقل مئة الملايين لان الكتب التفسير كتقول ما من بقعة الا وفيها مجتمعات وتجمعات بشرية فنيت البشرية على بقرة ابيها فصار نوح هو ابو البشرية الثاني ابو البشرية الاول هو ادم عليه السلام عاش عشرة قرون مع اولاده واحفاده واقوامه ثم فنيت البشرية فبدأت بشرية جديدة وكأن الله عز وجل يريد ان يدهب جميع من لا خير يرجى من خلفه فامحاه من الارض اغرقهم جميعا ولم يبقى الا نوح ومن معه حوالي ثماني نفر زائد الحيوانات فلما رست السفينة واستوت على الجود ادن الله تعالى ان يهبط نوح قلنا يا نوح اهبط منها بسلام منه وبركات عليك فهبط نوح عليه السلام كما هبط آدم من الجنة لما قال الحواء اهبط منها هبط من الجنة ادم وحواء ايضا في السفينة قال يا نوح اهبط منها بسلام عليك فلما نزل سيدنا نوح عليه السلام وجد الارض قد يبست وبدأت المياه كلها الارض تشرب المياه تشرب المياه وما بقي من يمن امطار كله انجرف حول البحار فسرت الارض كلها يبسة الا البحار والمحيطات والبحيرات المعروفة انا داك سيأمر نوح من معه بان يبدأ في عملية الفلاحة والزروع والقروم لانه كان خبير في الفلاحة فبدأ يزرع ويضع النخيل والاشجار ثم اطلق اطلق الحيوانات قبل ان يطلقها بنى لها اقفاص كانت اول اكبر حديقة في العالم حديقة حيوانات اكبر حديقة حيوانات تمت في العالم قديما في اهد نوح عليه السلام جمعهم واعطاهم الطعام والشرب حتى يتناسلوا ويتناكحوا ويتكاتروا فكاترت الحيوانات ثم كان يطلقهم في البرية وان ذاك بقي مع نوح مجموعة من المؤمنين كلهم يعبدون الله تعالى ويوحدونه وصارت البشرية هكذا مدة طويلة سنين طويلة الى ان قد ربنا عز وجل سيبعث قوما اخرين بعد نوح عليه السلام سيبعث الله تعالى قوم عاد يبعثهم الى هود هنا سيقول رب العزة وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من الين غيره بعد مرور مئات السنين نفس الخطأ الذي وقع في الاول مع ادم البشرية سوف تنكفئ تنكر وجود الخالق يضعف عندها منسوب التدي ستصير البشرية في صراع والقيم تنقلب الخير ضعيف والشغل قوي والكفر يغلب الايمان وكل شيء سوف ينقلب فكان ربنا عز وجل النباعة ايضا نبيا اخر لهو هود عليه السلام سنتعرف اليه ان شاء الله في الحلقة المقبلة باذن الله الواحد الاحد فنسأل الله الواحد الاحد ان يرزقنا وإياكم قوة الايمان وقوة اليقين اللهم اننا جميعا نشهد انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اللهم يا رحمن يا رحيم خذ بايدينا الى البر والتقوى واختم لنا بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله